السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في القناة نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال بالنسبة الوصفة اليوم سنحضر معكم 3 اشكال الحلوة من عجينة واحدة خرجت منها 3 اشكال مختلفة سنحضركم مع المقادير وطريقة التحضير بالنسبة المقادير هنا ربعة زبدة مارغارين هناك الكسن الزيت وكسن السكر سندة يمكنك تخدمون السكر البودرة هناك ملاعق كوكم حمر وطحون على شكل بودرة يمكنك استعمال اللوز أو الكوك حمره سيكون مدق المدق في الصغلة هناك الكبار الحليب بودرة 4 بيضات وزج فاني و تقريبا 1 كيلو تقيق على حسب الخالط سنبدأ على بركتي الله هنا أخذت قصرية قدرت فيها 250 جرام الزبدة سنضيف عليها جوش كيسان السكر سندة اللي تحنطف الطحانة هنا إلا كان عندكم السكر بودرة سنضيف عليهم جوش كيسان الزيت و سنضيف عليهم زل صاصي الفاني و سنخدمهم مزيان انتو لا يمكن تضيفوا غير الزبدة والسكر تخدموهم مزيان مع الفاني ساعة تضيفو لهم الزيت و سنضيفوا غير مزيان و سنضيفوا غير مزيان ثم خلط المكونات ثم خلط الزبدة وكيسان نضيف عليه الزبدة و سن خلط المكونات الحليب بودرة وربعات مع القبار ديال كوكاو اللي تطحنته مزيان كوكاو بودرة يمكن تستعملوا اللوز حتى هو بودرة تطحنه مزيان أو تستعملوا الكوكا تاخده الكوكا تحمره كاف ميقلاد حتى يتحمر وعدك ساعة تطيفه على هاد الخارج حتى هو ركي يعطي واحد منك هزوينا صابلي صابينايا غضي نضيف الدقيق أنا عندي كيلو ديال الدقيق هي اللي دخلت لي هاد العجين تم قا ندخلوه الدقيق شوية بشوية وما كان نجنوهاش كنجمعوها غير الأطراف ديال الأصابيع حتى كنتجمعين العجين صافينايا بعد ما تجمعلي العجين كي يجعل هاد الشكل دائما كنجمعوها غير الكف ديالي الدينة أرى ما كان نجنوش كنتجمعينا العجين وكانحصله على واحد الكويرا اللي ما كانت تلصقش لنا في اليد غادي نديروه كاف بلاستيكا وغادي نخليه يرتاح واحد شوية بتلاجة من بعد ما ارتاح العجين واحد شوية كنناخدوه كنديروه كاكويرات كي يكونو نفس القياس وكنناخد هاد المرشم كي ما كتشوفوه على شكل ورده وكان مقا نضغط عليها مزيان حتى كتاخد ليش شكل ديال ورده ومن بعد كان مقا نحيدها غير غير شوية بشوية بصبعي حتى كنخرجوها غادي نعود معاكم واحد أخرى دائما كنناخدوه كويرا اللي كتكون في نفس الحجم وكان نضغطوه عليها مزيان كنخرجو هاد المرشم وكان نجبدوها هكا غير بالأصبوع ديالنا صفيحة كنحيدوها وكان ديروها في اللاطا نايا بعد ما كان كنكمل الكيميا اللي عندي بنسبة الفران ارا كان سخنوه على 180 درجة كان شعليها من فوق ومن تحت غير كتاخد لي اللون الذهبي وكان خرجها وبالنسبة للشكل التاني الشكل التاني خديت العجين ندرتوه كما بين جوج ديال البلاستيكات ديالك تهم زيان حتى السمك ديالها رقيق صفيحة كنقطهاني تهكا على شكل دائري على هاد الشكل حتى هي غادي نحطها هكا في اللاطا وغادي ندخلها الفران ارضو معها البال مع رقيقها تغييكا طيب غير كتاخد لينا داك اللون الذهبي صفيحة كنخرجوها وبالنسبة للشكل التالت حتى هو هكا ديالك تما بين جوج بلاستيكات حتى ارجع السمك دياله رقيق دائما كنرققوها حيث غادي نسخوها مع بعض ديتها هنا اخديت هاد الشكل اللي على شكل اوفان ومن بعد كنقطها على هاد الشكل كنديرها في اللطاء وكندخلها الفران وارضو معها البال كما كنت لكم رات غاية كنت تحمر غاية تاخد لينا اللون الأنصفار ونحيدوها اخديت المربا ودرتوه في كاسرنا دوتو فوق النار حتى تغلى ومن بعد كناخدوه بالملعقة وكالسق به هاد الشكل دائري وعلى شكل اوفان كالسقوهم كاملين حتى كالسقوهم بعد كساعة غادي نزينوهم فورضاء ومن بعد وهذا الشكل اللي قدرت معكم لشكل ورداء كي يأتي لها الشكل المهمة كنشكلت بزفر كي يأخد هاد اللون الأصفار وكنخرجهم الفران اخديت شكولات الأسود وأضغط كانت وحمام مائي ومن بعد كنعمر به الواسطة لهذه كما تشوفون سوف نزينوا بكاوكاو كونكاسي هنا إلا ما بغيتش تديروا الشوكولات كتتاخدوا الفواكه مع السلة وكتديروا معها كاوكاو كونكاسي وكتخلطوها بعشفية ديه اللاسل سوف يوكتحطوها في الواسطة ديال هاد سابلي وبنسبة للشكل الثاني اللي قطعت على شكل دائرة اللي استقطه بالمربع كندير اللي كان نخده وكندهنه كبالمربع من الجوانب من بعد كندوزو كفا الكاوكاو اللي كان يدي جا حمرتو وطحنتو مزيان ممكن كيجي كم هرمش سوف يكندوزو كمزيان من الجوانب كما كتشوفو وانا هنا خديت الشكلات الأبيض اللي تهودو بتوفح مام مائي كنخلي واحدة كيبرد واحد شوية لما يمغير كتكيد فالينا ما غادش نديروه واسخون باش ميسيحشينا من الجناب من بعد ما كندبت الكيمياء اللي عندي كنناخد هكالمي العاقة وكندير هكا الشوكولات الأبيض في الواسطة ديال هاد الصابلي على هاد الشكل بالنسبة للشوكولات ما يكون سخون كيكون غير دافي واحد شوية باش ميسيحش ليكم هكا من جناب خديت الشوكولات الأسود دهو بدوتوه كفباماغي ودوتوه بلاستيكا هو باش غادنزين هاد الصابلي من الفوق غادنزينها على شكل ميل فيه كندبت شوكولات الأسود هكا في البلاستيكا وكندير هكا خطوط فوق شوكولات الأبيض كما كتشوفوا من بعد غادن ناخد كوغدون وغادن ندير هكا خطوط دائما على شكل ميل فيه سوف يمكن حطهم وكندقها مستمر على هاد الكيفية حتى كنكمل الكيمياء اللي عندي اشتركوا في القناة كندبت شوكولات الأبيض ومن بعد غادن نغطس فيها السابلي على هاد الشكل نديره كفوق بلاستيكا اللي كان نكون حطها فوق سطح العمل سوف نزينه من جانب الكوكو كونكاسي الزين يبقى اختياري كل واحد ممطفر عنده سوف نستمر على هذا الكيفية حتى نكمل الكيميا هذا هو شكل نهائي بعد ما كملته من الزين يجي إلى هذا الشكل صراحة سهل في التحضير ومع جينة واحدة خرجت منها ثلاثة دي الأشكال المختلفة يجي هشيش واقتصادي كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال اعجاب ديالكم ودائما إلى عجكم الفيديو شجعوني بلايك والاشتراك في القناة فعلوا الجرس بس توصلوا بالجديد بارتاجيوا مع الأحباب والأصدقاء لتعم الفائدة ومع السلامة إلى فيديو قادم إن شاء الله